مشاهدين التساع صباحا مع موجز لأهم الأنباء معالمية حمدين شكرا جمانا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين لمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمد الصاوي النائب العام السابق معربا عن خالص التغذير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وأيضا بما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم تقديم عرض كامل أو عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض وأثار العواصم المصرية على مدار التاريخ ومتحف الفنون ومتحف العملات فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات التراز المعمارية والهندسية والفني الفريد والطاقة الاستعابية الكبيرة إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأعلى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أعلنت الحكومة أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادة الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فورا عقاده أكتوبر المقبل وأوضحت الحكومة أنه سيكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من أول أكتوبر معكدة أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تبلغ تكلفتها التقدرية سنويا نحو 60 مليار جنيه ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل 2022 قامت كلية ضباط الاحتياط بتخريج الدفعة الأولى من الآئمة المرشحين للعمل بوزارة الأفقاف وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلية من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين مرورا بالتدريب التخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة أكد رئيس الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القصة أندريا زكي على أهمية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وشدد زكي أن ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة يضمن إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية والقدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص لمواجهة التحديات التي تؤثر على حياة ومعيشة المصريين اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإحراق عدد من المباني المهمة داخل العاصمة الخرطوم وقال المتحدث باسم الجيش السوداني أن قصف قوات الدعم السريع أدى إلى ضمار واسع طال عددا من المباني الرئيسية من بينها وزارة العدل وعددا من الهيئات الحكومية والخاصة والتي احترق بعضها بالكامل وكانت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع قد تجددت حول محيط القيادة العامة للجيش وسط العاصمة ومقرية السلاح المهندسين وقاعدة كراري بأم دورمان غرب العاصمة توصل أجهزة الإسعاف الليبية بمسندة فرق أجنبية البحث عن آلاف المفقودين بعد أسبوع على الفيضانات المدمرة والتي حصدت آلاف القتلى في مدينة درنة على سواحل شرق ليبيا بسبب إعصار دانيال وأعلن وزير الصحة الليبية عثمان عبدالجليل أن الفيضانات تسببت حتى الآن في سقوط 3283 قتيلا بعد اكتشاف 31 جثة في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أكثر بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير والذي يقدر بالألف أعلنت روسيا إسقاط عدة طائرات مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وفي أجواء منطقة موسكو وأيضا فوق بيلجورد وفوروينج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا وتشهد شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو في العام 2014 تزايدا في الهجمات الأوكرانية خلال فترة الماضية في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف الاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها أعلنت وزارة الدفاع الطيوانية رصد تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة في أعلى رقم خلال الأوينة الأخيرة وأوضحت وزارة الدفاع الطيوانية أن ما وصفتها بالمضايقات العسكرية المستمرة لبيكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمية دعاية الصين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية على حد تعبيرها مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل